اهلا بكم اعلنت مكتبة الشبكة العربية للأبحاث والنشر في مدينة اسطنبول عادة افتتاح ابوابها امام القراء بعد اغلاق قصري دام لمدة شهرين ونصف اذ صدرت جميع كتب المكتبة واضطرت لاغلاق ابوابها وقد اتهم مدير المكتبة نواف القديمي في منشور مطول على صفحته الشخصية في فيسبوك شكوى كيدية من شخص لم يسمه انها وراء اغلاق المكتبة ومصادرة كتبها وافاد القديمي بان مصادرة الكتب التي تقدر قيمتها بمائتي الف دولار تمت بحجة عدم وجود ما يطلق عليها العلامة المائية او الاستيكر او البندرول التي يجب لصقفها على كل كتاب وافق القديمي فان السبب الرئيسي للشكوى الكيدية يتمثل في عدم الخضوع لتعليمات مؤسسة صاحبة الشكوى وهيمنتها قائلا بان من يقبل من الناشرين والمكتبات العربية العمل معها وفق تعليماتها وهيمنتها وينضم الى الجمعية التي اسستها وتسيطر عليها سيتاح له العمل ومن لا يرغب في الانضمام والعمل تحت طوعهم فسيتم تدميره عبر شكاوى كيدية وكان تلفزيون سوريا قد زار المكتب خلال فترة اغلاقها وعين واقعها بعد الاقلاق وكيف صدرت جميع الكتب من داخلها هنا من داخل الشبكة العربية للأبحاث والنشر احدى اكبر المكتبات العربية في اسطنبول رفوف بلا كتب ومكتبة من غير قراء ولكن الى اين ذهبت الاف الكتب ولماذا هنا يكمن السؤال تقريبا من فترة الشهر تقريبا دخل لعنا ست عناصر من الموليسي التركي من اول ما دخلوا على المكتبة اطلعوا على اوراق المكتبة كلها نظامية وزنات العمل حتى فواتير الكتب كلها نظامية يعني ما كان في اي مشكلة لكن الامانة اتفاجأنا يعني سألوني شخصيا عن موضوع البندرول يعني انا الامانة شخصيا ما كنت تعرف شو معنى البندرول يعني او ما هو ما معنى البندرول بالتحديد يعني فحقولي ان هاي يعني طبعا كان في صديقي تركي عم ترجم معاي يعني حقولي ان هاي العلمة لازم تكون موجودة على كل الكتاب موجود بالمكتب طبعا احنا كمكتبة عربية وشبكة مركزها دار نشر بيروت وانها افرع في عدة دول عربية ما عندنا معرفة بهذه التفصيلة هذه الجزئية حتى احنا كتبنا في المكتب يعني كتبنا كلها لها فواتير نظامية والكتب التركية ما لها ضرائب حتى يكون احنا مخالفين ضريبيا ولا الى مراقبة حتى احنا نكون جايبين كتاب مخالف يعني امرها كلها نظامية لكن هذا التفصيل للامانة ما عندنا اطلع فيه وحتى احنا بحكم عملنا في سوق الكتب التركية او في اسطنبول يعني يعني اغلب المكتبات العربية اللي وجد بها هذا التفصيل او هذا البندرول وللتأكدها ذلك اكتر حتى المعرض الكتاب العربي الاخير اللي حدث في اسطنبول يعني اغلب كتبه او كل كتب ما فيه بندرول حتى احنا اشترينا عندهم يعني مئتين كتاب ما كان فيه اي كتاب عليه عليه بندرول بتقريبا على الساعة الخمسة العصر يعني اجا البوليس ومع امر النقب العام بمخالفة كل الكتب اللي بمصادرة عفوا كل الكتب اللي ما عليها بندرول طبعا احنا انا كنتم اضح لهم ان احنا كل كتبنا ما عليها بندرول يعني لان كلها جاي من خارج تركيا من لبنان ومصر وما شابه يعني لكن كانوا قال احنا عندنا الامر خارج النقب العام فمصدرت الكتب اللي ما عليها بندرول طبعا صدر 27600 كتاب وعبر الكتب بشوالات كما يقال بالعامية يعني بدون تنسيق وبدون ترتيب يعني طبعا احنا هون تصلنا بالمحامي حتى يجي يكون امور قانونية او يفهم الموضوع القانوني او ثغر القانوني اللي صارت يعني فالمحامي ما حسن يسوي شيء لان الامر او القرار كان صادر من النقب العام او خالص يعني منتهي موسيقى ونرحب بضيوفنا باسل لمحمد الموظف في المكتبة من اسطنبول ونرحب ايضا بسيد محمد برو الكاتب ومدير مركز الصدى استطلاع الرأي ضيفنا هنا في الاستوديو ابدأ معك سيد باسل اروي لنا ماذا جرى بالتفصيل منذ لحظة الاغلاق كيف تم هذا الامر التحياتي اليك اخي اصلاي ولجميع المشاهدين في الحقيقة ما جرى من مدة تقريبا شهر ونصف دخل عندنا في المكتبة ست عناصر من البوليس التركية ومعهم ضابط طبعا بمجرد دخلهم المكتبة عرفوا عن نفسهم انهم بوليس يعني لهم كما تفضلوا فبدأوا يتجولوا بالمكتبة سألوا عن ازونات العمل وعن التراخيص وكانت كل امور قانونية ونظامية لكن الامانة احد العناصر احضر الكتابة وقال لماذا او ليش عم تبيعوا كتب ما عليها البندرول او بما يسمى استكر او العلامة المائية طبعا الاصصفة كان احد اصدقائي حدثت تركيا بشكل جيد واقف جنبي وبدأ اشرحنا الضابط ان هاي علامة المائية هي علامة بحقها على جميع الكتب التي تباع في تركيا طبعا بدأت اشرح ان احنا كل الكتب الموجودة في المكتبة هي من الدول العربية وليست من تركيا نحن نستورد كتب من تقريبا 14 دولة عربية من لبنان ومصر ودول الخليج وتونس والجزار وباقي الدول العربية وللأمانة احنا ما عندنا علم مسبق بهذا البندرول او بهذه التفصيلة بالاساس طبعا نرى طبعا ما هو المطلوب مننا كمكتبة المطلوب ان احنا معانا امر من النقب العام بمصادرة اي كتاب لا يحوي هذه العلامة المائية اول البندرول طبعا بدأت اشرح له ان احنا بهالحالة انت راح تصادر كل كتب المكتبة لان احنا عندنا ما عندنا كتاب عليه بندرول طبعا انتصلت بالمحامي ايجي المحامي لكن الامانة المحامي ما كان فيه سوي اي اجراء لان كما شرح له الضاوط ان احنا الامر خارج عن طريق النقب العام خلال تقريبا خمس ساعات او اكتر تمت مصادرة كل كتب طيب باسا السؤال هذا الامر انا احنا من كلامك ان هذا الامر حصل على حين غره امر فجائي الم تتلقى انذار سابق مثلا او اختار من الجهات المعنية قبل القيام بهذا الامر نهائيا انا يوميا مداومي بالمكتبة وللامانة لم نتلقى اي اشعار او اي تحذير او اي تنبيه حتى انا طلبت من الضابط يعني انه ممكن تعطونا مهلة حتى نسوي الوضعنا او نحضر هذه البندرولات طبعا رفض وقال احنا بنفذ امر يعني نهائيا فما قبل اي تأجيل او اي تأجيل لهذا الامر طيب اتي اليك سيد محمد ما رأيك بما جرى وما سمعته وما جرى بالمكتبة من اغلاق حتى الافتتاح بهذه الطريقة حقيقة ما جرى يعني مؤسف ان يجري اه ان تجري هذه الطريقة من التعامل التعسو في في دائرة ثقافية يعني والحقيقة انه وزارة الثقافة يعني على مدى العشر سنوات الماضي على الاقل ان احنا على تماس فيها بتقدم تسهيلات كتير كبيرة في كل ما يخص عالم الثقافة وعالم الكتب على وجه التحديد فمن المفاجئ والمدهش انه تجري هاي العملية بهذه السرعة الخاطفة والغير مفهومة للأسف يعني مفهوم انه في قانون بنص على وضع هاي اللصاقة بس هاي اللصاقة لا تعني شيء بمعنى لا هي تهرب ضريبي لا يترتب عليها غرامة مالية فعلى الاقل كما تعودنا في قضايا اكبر بكتير من مسألة الكتب انه بجري تبليغ او تنبيه او تذكير بالقانون وحتى يعني تمنح الناس عادة مساحة زمنية كافة لاجراء التعديلات يعني احنا على تماس بقطاعات واسعة من عالم الاعمال والاستثمارات في تركيا ما في شيء بجري بهذه الطريقة المفاجئة اللي بيخوف المستثمر يعني هذا المستثمر اليوم صدرت بضاعته بمئتين الف دولار قديش لازم يكون عنده مثلا مقونة حتى انه هاي المصادرة ما تكسره مثلا او ما تخوف الاخرين فما جرى الحقيقة مسار دهشة يعني اضافة انه يعني بفتح باب للشكايات الكيدية والهي مضرة بالوساط العام يعني هذا الشأن الثقافي يتعامل معه بطريقة ايسر من ذلك هذا المتخيل الحقيق ونتمنى نحن انه اذا وزارة الثقافة معنية بهذا الموضوع انه تعيد النظر في هذا القانون وهذا القانون من حق الناس انه ما تعلم فيه المكتبات العربية لانه هو غير معمول فيه بأي بلد عربي اخر طيب اعود لي لضيفنا باسل باسل من تواصلتم اثناء الاغلاق وماذا قالوا لكم خصوصا ان الاغلاق بقي فترة شهر تقريبا واكثر قليلا طبعا تم التواصل مع عدة جهات معنية من الطرق التركي يعني عن طريق مدير المكتب ومدير الشبكة وطبعا بعض الجهات اعلنت انها تفاجأت بالامر الامانة ومن هذه الطريقة ومن هذه طريقة مصادرة الكتب كيف تفاجأت يعني الجهة التي تواصلتم معها والجهة المعنية الا تعلم انكم مغلقون للامانة قد يكون عندهم علم بما جرى لكن اتوقع ان لم يكن عندهم علم بحجم الكتب وحجم المكتبة طبعا كما تعلم حضرتك ويعلم جميع السادة المشاهدين ان مكتبة الشبكة العربية تعد من اكبر المكتبات العربية الفكرية والثقافية في اسطنبول نعم طيب والتفاصيل اخرى ماذا جرى تابع لنا تم توكيل توكيل محامي وتم التواصل مع عدة جهات وعدونا خيرا بانه ان شاء الله سيتم ارجاع الكتب والان هناك حديث عن الية اعادة الكتب ليس كذلك؟ لا يوجد يعني طبعا قد يكون لها مسار قانوني اخر لكن لا يوجد حتى الان يعني بالنسبة الان ما اعرفه لا يوجد حتى الان الية واضحة بهذا الخصوص يعني سمح الان باعادة افتتاح المكتبة لكن موضوع الكتب امر اخر لا اخ اصلا للتوضيح لم يقوم باغلاق المكتبة عندما صادروا الكتب والتي يبلغ قيمتها بينتين الف دولار طالوا لنا بالحرف الواحد بإمكانكم ان تفتحوا المكتبة غدا صباحا ليوجد مشكلة ولكن عندنا امرنا نائب العام بمصادرة الكتب التي ليست عليها بندرول او استيكر وطبعا يعلم الجميع ان هذا كل كتبنا ليست لها هذا الاجراء الشكلي كما يقال فامر افتتاح المكتبة هو يعني هم لم يمنعوا افتتاح المكتبة أصلا يعني قالوا لنا بإمكانكم افتتاحها من اليوم والثاني طيب سيد محمد من يحدد الضوابط للعمل بالمكتبات وطريقة الطرح الكتب وما الى هنالك من هي الجهة في تركيا يعني من المتصور انه هي وزارة الثقافة الحقيقة ويعني ما في باعتقادي اجراءات قانونية عقابية بهذا الشأن سوى التنبيه ممكن غرامة مالية لانه الاجراء مش معقد يعني الجهة المسؤولة عن الشحن هي المسؤولة عن استصدار هاي اللصاقات وهي اللي امتنعت عمليا على تسليم مكتبة الشبكة العربية اللصاقات على مدى سنوات وبالمناسبة يعني انا مثلا اتعامل معامل من المكتبات من عشر سنوات لا يوجد لدي كتاب واحد فيه الوساقات الان لو بعد الحادثة طبعا نشأ رهاب عند اصحاب المكتبات وخافوا اغلقوا لكل توجه لكن سابقا هذا غير موجود يعني بنفس الفترة اللي صدرت الكتب من المكتب كان معرض الكتاب قائم يعج بالاف او مئات الاف الكتب لمعليها الوساقات ايضا فباعتقادي انه يعني يجب اعادة النظر في القانون هذا نفسه او تبليغ الناس يعني تسهيل الاجراءات ولو جرت مخالفة التعامل معها بحجمها يعني مصادرتها هي ليست مواد مهربة حتى تصادر اصلا نعم طيب الان بناء على كل ما سمعناه اين المشكلة برأيك اساس المشكلة حاليا اساس المشكلة بالقانون باعتقادي هذا بشطر وبشطر الاخر في الاجراءات التي ترتبت على مخالفة القانون يعني يفترض انه يكون هذا القانون مثلا المخالفة فيه اما فيه غرامة مالية او اغلاق مثلا وتنبيه ريس ما يتم تدارك خاصة انه هو امر جدا جدا هامشي يعني الكتب داخلي بموجب اجراءات نظامية معفات من الضرائب ما بترتب عليها اي شيء مش انه مادة مهربة حتى مش مادة خطيرة مش دواء مخالف للقانون عبارة عن كتب ولوساقة يعني يفترض انه الاجراءات تكون ايسر من ذلك طيب سيد باسل كيف عدتم استيراد الكتب وعرضها بالمكتبة خصوصا بان المشكلة الاساسية بان موضوع الشحن من دول اخرى وادخالها الى تركيا والجهات التي لا تعطي لوساقة اليوم انتم تريدون عرض كتب جديدة بدون لوساقة نعم لا اخاصة نحن نقوم بإدخال جميع الكتب بطريقة نظامية عن طريق بعض الشركات الشحن لكن الامانة لم يكن عندنا تصور عن هذا الاجراء وبعض الشركات الشحن لم تكن تنبهنا على هذا الموضوع وتعطينا هذه اللوساقات لكن بالشحنة الاخيرة التي احطرناها والبالغ عددها من قرب 150 كارتونة تم شحنها بطريقة نظامية واحضار اللوساقات وتم لسقها وهي الان معروضة وهناك ايضا وصلت بعدها ذلك شحنة ثانية 200 كارتونة والان يعمل على لسق البندرورات الخاصة بها وسيتم عرضها ان شاء الله في المكتبة خلال ايام طيب سيد محمد برأيك هذه الاجراءات تحديدا كيف ستنعكس على المكتبات الاخرى والوضع الثقافي العربي في تركيا الخوف هذا الاجراء بعد دقائق من حصوله كان في حالة زعر من المكتبات وعمدت الى الاغلاق فورا جميع المكتبات العربية لان كلها ما تستخدم للوسقات فقامت بالاغلاق رئيسة ما تداركت المشكلة لكن الحقيقة خلال هذا الشهر وبالحديث مع العديد من رجال الاعمال اللي بستثمروا اموالهم بتركيا او عندهم مشاورات الاستثمار هذا الحدث انشأ لديهم تخوف من يعني من انفاز القانون بهذه الطريقة الحادة اللي غير متناسبة مع حجم المخالفة نتمنى انه تحل هذه المشكلة خاصة انه على الصعيد الثقافي والاعلامي هناك مساعي ممتازة عبر سنوات بيت الاعلامين العرب والاتراك في تعاون في تنسيق في تسئيلات فهذا الحدث الحقيقة خارج عن السياق المألوف في الساحة التركية نتمنى انه يعني لا يتكرروا ان يكون هناك حل مناسب لهذه المشكلة سنتكلم بتفصيل هذا الامر لكن سيد باسر سيد القضيم يتكلم عن ان هناك جهة تريد الهيمنة على سوق الكتب لم يسميها طيب هذه الجهة هل تستهدف الشبكة العربية والمكتب العربية فقط ام هي تستهدف الجميع والله الكلام هو ما قاله مدير الشبكة الأستاذ نغاف القديمة قد يكون الرغبة لهذه الجهة التي لم يسميها هي السيطرة على جميع المكتبات العربية في اسطنبول وليس الشبكة بحد عينها هي للجميع افهم من كلامك نعم خاصا طيب ما الذي تريده تحديدا يعني هو بالعبارة عن سوق كتب ما هو المطلوب منكم مثلا حتى لا يقوموا بالهجوم عليكم او استخدام اساليب كيدية معكم ما مطلوب يعني هناك عدة اسباب قد يكون نحن يعني يجب ان نكون ضمن اعضاء هذه الجمعية ونحن لسنا مشتركين بها ولا مشاركين بها قد يكون من الأمور الأخرى أننا لم نشارك في معرض الكتاب العربي الأخير الذي تم تنظيمه في اسطنبول قد تكون هذه احدى الأسئل طبعا طيب أنا بأدعو جالة سيد محمد قبل أن نختم هل تستطيع جهة معينة أن تمارس هذه الأمور وتجير قوانين لمصلحتها من أجل اشتراك جمعية يعني في كل الدول في كل الأماكن هناك ما يسمى بالشكاوى الكيدية دائما في القانون في صغرات يمكن من خلال النفاذ إلى ذلك ولكن يعني هذا الحديث بحد ذاته هذا التبيان والخروج الإعلامي لمخاطبة الجهات المسؤولة لسلوك يعني لنهج ممارسات ألطف في الشأن الثقافي تحديدا أما الشكايات الكيدية دائما هي ممكنة ونتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أشكرك كثيرا محمد بر كاتب ومدير مركز الصدى لاستطلاع رأيكم ضيفنا هنا في الاستوديو وأشكرك أيضا بأسل محمد الموظف في المكتب العربية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أسطنبول الشمسية في إدلب تتأذى بفعل الضبع هذا ما سنتوقف عنده في ملف التالي اشتركوا في القناة